بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في قناة تفسير أحلام والركية الشرعية النهاردة هنتكلم عن أهم العلامات أو أهم الرموز اللي بتبشرنا بفرج بتغير في أحوالنا للأفضل كمان من الرموز اللي ممكن تدل على بداية حياة جديدة للرأي هتكون أفضل وأحسن من السابق أول للمز النهاردة هنتكلم عليه هو رؤية شروق الشمس لما يشوف الشخص إن الشمس بتشرق في المنام أو رؤية انتهاء الخصوف أو الكسوف كمان برضو من الرموز أو نفس الرؤية لما يشوف مثلا إن فيه غيامة على الشمس ويشوف الغيام ده انتهى أو انكشف كل دي من الرموز اللي بتبشر الرأي بالفرج وبتغيير في أحواله للأفضل كمان تدل وبداية جديدة في حياته ويمكن هتكون أفضل من السابق الرؤية التانية أو الرمز التاني هو رؤية القضاء الحاجة أو التبرز في المنام قضاء الحاجة برضو من الرأي اللي بتدل على زوال همومه وعلى انتهاءها أو حل مشاكل كان بيمر بيها لرأي كانت مسبباله طاغت نفسي أو مسبباله ألأ كمان من الرؤية اللي بتبشره بتبديل أحواله من الأسوأ للأفضل وللأحسن من الرموز برضو اللي بتدل على النعم وعلى انفراغة في حياة الرأي وبشارة بفرج قريباني لو كان الشخص مريض وشاف أنه بيكتي حاجته بسهولة فمن الرموز اللي بتبشره بزوال مرضه وكمان بشارة لي بالشفاء وبالتحسن كمان رؤية قضاء الحاجة من الرموز اللي بتدل على السعادة خصوصا لما يشوف الشخص أنه دخل التالات ولأه نظيف ومترتب فبشارة لي برضو بزوال للهموم وكمان بحل مشاكل وبقدوم سعادة من الرموز برضو اللي بتدل على قدوم مال كمان من الرموز اللي ممكن تدل على أخبار سعيدة ممكن يسمحها الرأي في الفترة القادمة الرؤية الثالثة أو الرمز الثالث هو رؤية الدعاء الدعاء في المنام بكل أشكال وسواء أن يشوف الشخص أنه بيدعو في المنام فبيكون بشارة باستجابة دعوة وكمان برفع بلاء أو أن يشوف الشخص أنه بيدعو يوم عرفة فبرضو من الرموز اللي بتبشر باستجابة دعوة وكمان بفرج أو أن يشوف الشخص أنه بيتضرع لله سبحانه وتعالى في الليل فبرضو من الرأي اللي بتدل على انتهاء قرب واستجابة دعوة للرأي خاصة بفرج أو خاصة بحل مشكلة كمان لما يشوف الشخص أنه بيدعو بصوت عالي الدعاء بصوت عالي برضو من الرموز اللي بتدل على خروج الشخص من محنة أو بشارة برضو بفرج قريب لي لما يشوف برضو الشخص أنه بيدعو في وسط ناس الدعاء في وسط ناس برضو بشارة بانتهاء أزمة وإيجاد حل لمشكلة كان بيمر بيها الرأي وطبعا الدعاء مع البكاء في المنام برضو من الرأي اللي بتدل على استجابة دعوة للرأي وبيكون كمان بشارة بالفرج وبزوال للهموم برضو الدعاء ويشوف الشخص أنه بيدعو واقف تحت المطر فرؤية برضو الدعاء تحت المطر برضو من الرموز اللي بتدل على الفرج وعلى رفع بلاء وكمان على استجابة دعوة وتحقيق أمنية للرأي كمان من الرموز المبشرة بالفرج وجمان بقدوم رزق للرأي هي رؤية السفينة وهي في البحر لما يشوف الشخص أنه فيه سفينة جاية في البحر أو ماشى في البحر فبيكون بشارة ليه بنجاة من مشكلة من هم بشارة بفرج كمان بشارة برزق وبرزق كتير هيحصل عليه الرأي كمان من الرموز أو الرمز اللي بعد كده لما يشوف الشخص نفسه أنه بيقود مجموعة من البكر لما يشوف أنه بيقود بكرة أو مجموعة من البكر فمن الرموز برضو اللي بتبشر الشخص برزق وبفرج وكمان من الرموز اللي بتدل على الصراء للرأي الرأي اللي بعد كده لما يشوف الشخص أنه بينظف أسنانه رؤية غسيل الأسنان أو تنظفها أو يشوف الشخص أن أسنانه كانت صفرة أو سودة ويشوف أنه هو نظفها وبقت نديفة فبرضو من الرأي اللي بتدل على زوال أهمه وعلى فك قربه وكمان على فرج ويكون كمان بشارة بنهاية ألم كان الرأي بيمر بيها كمان لما يشوف أن أسنانه كانت بتوجعه أو فيها ألم ويشوف أنه راح للدكتور وتحلت المشكلة فبرضو من الرأي اللي بتدل على انتهاء ألم أو انتهاء حزن للرأي وكمان بشارة بزوال للهموم الرؤية اللي بعد كده هي رؤية المرأة الجميلة المجهولة في المنام رؤية المرأة الجميلة المجهولة في المنام من الرؤية اللي بتدل على الدنيا كمان من الرموز اللي بتبشر الشخص بالفرج القريب كمان بيالحظ السعيد كمان رؤية جماع المرأة الجميلة لما يشوف الرجل أنه بيجامع المرأة جميلة في المنام فبرضو بشارة بالفرج وبالرزق وكمان بالزواج بجدوم خير بشكل عام للرأي من الرموز برضو لما يشوف الشخص أنه كان عشان ويشرب مية وشرب مية لحد ما ارتوى رؤية شرب المية اللي طعمها حلو وكمان صفية كل دي من الرأي اللي بتبشر الشخص بزوال للهموم وبشارة نيب الفرج خاصة كمان لو كان عنده مشاكل مالية أو مشاكل في الرزق أو بيبحث عن عمل فمن الرؤى اللي بتبشره بالعمل وبالرزق الرؤية اللي بعد كده أو الرمز اللي بعد كده وهو رؤية الرأي أنه بيستريح أو أنه جالس في الزل أو أنه جالس تحت ظل شجرة كل دي من الرموز اللي بتبشره بالزهاب بهمه وكمان بيفك قرب ليه وبراحة يمكن بعد تعب أو بعد ديئة لما يشوف الشخص نفسه الرؤية اللي بعد كده لما يشوف الرأي أنه بردان رؤية اللي أنه يحس أنه بردان وبعد كده يحس بالدفء دي برضو من الرموز اللي بتدل على زوال الهموم وكمان زهاب الفقر ولو كان الرأي مريض وشاف الرمز ده فبيكون بشارة ليه بالشفاء وبتحسن في صحته بشكل عام برضو من الرموز اللي بتدل على الفرج هو رؤية فتح الباب لما يشوف الشخص أنه بيفتح الباب في المنام أو رؤية أنه فيه إفل مقفول وهو فتحه أو أنه حامل مجموعة من المفاتيح كل دي من الرموز اللي بتدل على فتح باب خير وفتح باب سعادة للرأي وكمان من الرموز اللي بتدل على استجابة دعوة وتحقيق أمنيات دول كده كان باختصار أهم التفسيرات أو أهم الرموز اللي بتبشر بالفرج وبتبشر بالرزق بتبشر باستجابة دعوة بتمنى أن يكون الفيديو عجبكم لو في أي سؤال أو استفسار اكتبوا لي تحت وأنا إن شاء الله هرد عليكم بشكركم جدا وشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد مع السلامة